السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاني سؤال مهم جدا وأتمنى أنكم تسمعون هذا السؤال وهذا المقطع إلى الأخير واحد يقول تكلم عن الغرور بالطاعة ومجالسة الملتزمين مع أصدقاء السوء أولا الغرور بالطاعة يؤدي إلى الكبر والعجب وضد الإخلاص يذهب إخلاص العمل ما يكون لله فتأتباه بعملك وأيضا يؤدي إلى الانتكاس والعياد بالله الله سبحانه وتعالى هو الذي هداك إلى العمل الصالح وإلى الاستقامة ظاهرك ظاهرك هذا للناس لحياتك وتقصيرك للثوب ونشرك المقاطع الدينية وأيضا أنت احتشامك هندامك استقامتك ظاهرك هذا كله للناس طبعا كلام مؤجه للذكار والأنثى فالظاهر للناس أما الخوافي فيعلمه الله سبحانه وتعالى وأنت أيضا تعلم عيوب نفسك خافيك أنت لجلسة الحالك إيش تسوي أنت الملتزم أو أنت الملتزمة لجلسة الحالك إيش تسويين أنت كل واحد فينا يعرف عيوب نفسه والله أنت فيك كذا وفيك كذا لو العيوب هذه ظهرت للناس ما حتسلم عليك أصلا موسيقى 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 موسيقى